أحييكم الله معنا من جديد مشاهدين في كل مكان في برنامجنا اليومي من أجل الكويت مستوى التعليم في الكويت أقل بكثير مما كان عليه في السابق بالرغم من الإمكانيات التي توفرها الدولة فلماذا نشهد من عام إلى آخر تدني مستوى مخرجات التعليم الدعوات تزايد من أجل إصلاح التعليم في البلاد والبعض يقدم ثلاثة ركائز تتلخص في المقام الأول في الهدف واحترام المدرس وعدم وجود الواسطة من ناحية الإدارية في اختيار الكفاءات بوزارة التربية لقيادة العملية التربوية مع وضع خطة محكمة لتربية الأجيال على الاعتدال والوسطية في ظل ما تشهد المنطقة من تناسل جماعات التطرف إذن مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي من أجل الكويت لمناقشة موضوع تدني مستوى التعليم ومخرجاته وإلى أمور أخرى أيضا محلية سعيدنا نستضيف الوزير والنعب السابق الأستاذ أحمد المليفي بداية نتابع هذا التقرير قبل أن أبدأ معكم ومع ضيفي مستوى التعليم أقل بكثير مما كان عليه في السابق هذا أدى إلى انحدار وضع المخرجات التعليمية في البلاد وإنعكاس ذلك على خيارات فرص العمل التي باتت أقل من الماضي هذا ما يؤكده العديد من المختصين الذين يشيرون إلى وجود عدة عوامل أثرت سلبا في تلك المخرجات أبرزها عدم وجود رؤية واضحة من وزارة التربية للهدف المراد منها التعليم وضعف كل من المستوى الإداري والتعليمي إضافة إلى ترد المناهج والكتب الدراسية وسوء المباني وإهمال صيانتها والاعتماد على سلوب التلقين فضلا عن وجود الفساد الإداري في المؤسسات التعليمية كالواسطة وعدد الحصص الدراسية والأعمال الإدارية والترقيات الأمر الذي أثر سلبا في مستوى التحصيل العلمي للطالب المتخصصون في الشأن التربوي والتعليمي يشيرون إلى وجود عدة عوامل من شأنها الرقي بمستوى المخرجات التعليمية أهمها أن يكون مستوى المعلمين ذا كفاءة عالية للنهوض بمستوى التعليم وأن يتم إخضاع المستجدين منهم لدورات التأهيل الميدانية في مدارس لا تقل مدتها عن عام دراسي يتأهل من خلالها المعلم ويكون قد وصل إلى مستوى راق يمكنه من إخراج جيل واعي إلى جانب أن تعمل الحكومة على إيجاد المكان الاجتماعي للمدرسين ووضع الحوافز التي تستغطب أصحاب هذه الشهادات إلى تدريس المرحلة الابتدائية لا يزال الطلبة يعتمدون على النت في البحوث ونقل والتقليد بدلا من التفكير والنقد والنقاش والجدال الموضوعي المفيد والأخطر يتخرج الطالب بشهادة ليتوظف تخصص مغاير تماما وهو ما يؤدي إلى تدني العطاء والإبداع الوظيفي كل هذه التحديات التي تواجه التعليم يضاف إليها مخاطر التطرف والعنف التي تحتم على القائمين على المنظومة التعليمية توعية الأجيال وتربيتهم على منهج الاعتدال والوسطية أحياكم الله من جديد مع برنامجنا اليوم من أجل الكويت ضيفي اليوم الأستاذ أحمد المليفي الوزير والنائب السابق أستاذ أحمد ضيفي من أيار الثقيل اليوم أبدأ معك في قضايا كثيرة في نصف ساعة كما تعرف في برنامجنا قضية التعليم في الكويت قضية تقليدية دائما حية متجددة أنت استلمت وزارة التربية في السابق اليوم نحن ناقش قضية لا ناقش أشخاص لكن هل أنت بالذات راضي على مساوة تعليم في الكويت التعليم التقليدي التلقين الحفظ وبالتالي عندما ينتهي العام الدراسي ينسى أو يتناسى هذا الطالب كل ما درسه إلا ما ندر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف مساني سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في البداية نشكرك على هذه الدعوة كذلك أوجه التهنية للشعب الكويتي وإن كانت متأخرة لكن رمضان كله مبروك إن شاء الله فنبارك إن شاء الله في هذا الشهر ونبارك إن شاء الله في الأعياد القادمة إن شاء الله العيد القادمة مع أن تطلعين الحين فتوى يقول لك لا تقول لا تهني بالعيد إلا أقو بالصلاة ونسأل الله سبحانه وتعالى للأمن والأمان لهذا الوطن وطولة العمر والصحة لسمو الأمير وعهد الأمين إن شاء الله حقيقة يعني قضية التعليم قضية مهمة جدا وقضية مستمرة لا يمكن أن يتوقف التعليم اليوم نتكلم على الدول المتقدمة نتكلم على سنغافورة فنلندا أمريكا في التعليم دائما يتكلمون عن تطوير التعليم تطوير التعليم لا يعني بأن هذا التعليم ما هو قائم هو يعني سيء ولا يعني بأن ما هو قائم يعني يجب أن يلغي ولكن الحديث عن التطوير هو طبيعة التعليم متطور لأن طبيعة الإنسان متطورة طبيعة احتياجات الإنسان متطورة ومتغيرة وبالتالي تحتاج أن تخلق هذا الإنسان الذي يلبي هذه المتغيرات والحاضنة الرئيسية والأولى لتغيير هذا الإنسان هو التعليم وبالتالي يعني هناك في ناس عندهم حساسية لما نتكلم عن تطوير التعليم يعتقد بأننا نقول لك والله لا معناه أن تعليمنا موزين لا مو صحيح احنا كأبنائنا وبناتنا لما يشاركون في المحاثل الدولية في كثير من الأنشطة سواء العلمية أو العملية أو الفنية يأخذوا مراكز متقدمة نحصل على مراكز يعني متقدمة رغم أن عددنا عدد لما تقيسها بعدد الكويت عدد الطلبة وعدد السكان نطلع بالنسبة لهم يعني جدا متميزين بس هذين متميزين أبو أنس أنا تكلم عن الحالة العامة بدون شك يعني شوف أنت اليوم في كل بلد هناك ثلاث فئات في المجتمع في أي مجتمع وفي التعليم كذلك ثلاث فئات لذلك وضع الأسئلة دائما في الاختبارات يتم على ثلاث فئات هناك فئة متميزة ودائما هي كوكبة صقيرة وهي اللي تقود المجتمع دائما وهناك فئة يعني متوسطة متوسطة وهي الفئة الأكبر وهناك فئة قليلة وهي الفئة التي تحتاج لها إلى أن يكون لها مسار آخر لأنه بالأخير ما تقدر على التعليم فيتحتاج إلى مسار آخر فهذا أمر طبيعي يعني لكن هل نحن الآن في ظل التطور الذي يحدث في ظل التطورات الفكرية والتكنولوجية وأثر على التعليم هل تعليمنا الآن يستطيع أن يخلق هذا الإنسان القادر أن يتعامل معه أنا أعتقد لا يحتاج يحتاج إلى ليس تطوير وإنما تغيير كامل تغيير منظوم التعليمية المدرس والمناهج أي تغيير فكر تغيير فكر التعليم من وظيفة إلى رسالة تغيير اليوم إحنا مناهجنا وأنا هاي كلما أكررها دائما مناهجنا للأسف حتى في الجامعة هي عبارة عن نسخة جديدة من كتاب قديم لأن العملية حفظ وعملية صم مثل ما تفضلت يحفظها وبعدين ينساها اليوم نحتاج أن نقير هذا اليوم الطالب لا يحتاج إلى هذا الكم الكبير من المعلومة لأن اليوم المعلومة هذه سهل الحصول لها ولكن يحتاج إلى مفاتيح المعلومة والقدرة على تقييم هذه المعلومة والتعاطي مع هذه المعلومة اليوم افتح جوجل تحصل آلاف المعلومات ولكن أنا أحتاج أن هو السؤال الآن عفوا نبو أنس المقاطع إذا افتح جوجل والمعلومات عندي إذا ما هي وظيفة المدرس وظيفة المدرس الوظيفة الرئيسية طبعا أنت صار تضاعف دوره بأي هالنس طبعا طبعا هو شوف لذلك أنا أقول دائما تطوير التعليم الركن الأساسي فيه ويقول أركان ثلاثة المعلم المنهج الإدارة المدرسية لكن الركن الأساسي فيه هو المعلم مهما وضعت مناهج مهما عملت إدارة مهما عملت مباني ما لم يكن المعلم يحمل رسالة وقادر على أن يطور المنهج بأسلوبه فأن كل هالخطط ستفشل على صخرة معلم لا يبالي بعمله وبالتالي المعلم هو الأساس المعلم ممكن حتى النقص في المناهج يقدر يعوضها من خلال المعلوم ونحن محتاجين اليوم كثير من المعلومات يعني أنت محتاج طبعا أساسيات اللي دائما نتكلم عنها اللغة العربية اللغة الإنجليزية الرياضيات هذه أساسيات لكن بعدين يحتاج إلى المهارات لكن فيه ضعف اللغة العربية طبعا وهذا اللي أنا كنا ما هو مرد هذا الضعف مرده هو للأسف وهذا هو التغليد الأعمى يعني إحنا قيرنا نظامنا نظامنا السابق القديم كان نظام أفضل يو الأمريكان خاصة الأمريكان قيروا النظام إلى نظام الكورسات قيروا النظام إلى نظام الكتابة باللغة من الأحرف إلى الكلمة وبالتالي قام الطالب يحفظ الكلمة ككلمة كفريز لا يعرف كيف يستفيد من أحرفها لذلك كنا بالسابق كان التعليم بالأحرف وليس بالكلمة كان النظام السنوي هو النظام الأفضل المعلم لما يقعد وهي طالب سنة كاملة يفهم ظروفه يعرف نقاط ضعفه يمدي يلحق على تدريسه يمدي يلحق على نقاط الضعفه اللي عند الطالب معين ويقويه نظام الكورسات هذا يفتح قمض بالتالي أنا أعتقد هذا التقليد الأعمى لذلك أنا لما يوني الخبراء سواء البنك الدولي أو خبراء سنغافورة تلون مشكورين تجارب زينة أنا ممكن أستفيدونها بس مو أنتوا اللي تحطوا لي مناجي طبيعة المجتمع أنا أعرف أنا إيه لأنه ما ممكن أنا أتيب لي تجربة فلندية تطبقها وأنا عندي معلم كويتي ولي أمر كويتي وطالب كويتي أنا أحتاج عشان أطبق هالتجربة وأحتاج معلم فنلندي وأحتاج ولي أمر الطالب ما عندي مشكلة الطالب أنا أقدر أشكله بأي طريقة يريدها لكن أحتاج المعلم وأحتاج ولي أمر اللي يساعده وبالتالي لا يمكن أن يضع المناهج ويتابعها إلا شخص من عارف وضع الاجتماعي وطبيعة الفكر المعلم وولي الأمر وبالتالي أنا اليوم عندي عندي في كلية التربية الأساسية عندي في كلية التربية في الجامعة عندي ناس متخصصين وأنا فعلا شكلت فيهم اللي جان يعني قبل أن أطلع من الوزارة شكلت لجنتين لجنة تدرس الخطة ولجنة تدرس المرحلة الابتدائية لأنه يعني كنا أنا قلتها قبل هالمرة أنه المرحلة الابتدائية نريد أن نركز على أربع مواد فقط والباجي كلها مهارات طبعا إحنا عندنا مشكلة يعني مشكلة كيف وجدت التجاوب بوانس طبعا هو بالأخير أنت لازم تتخذ قرارات يعني فيه ناس ضد التعديل ضد التغيير بطبيعتهم يخافون من التغيير فيه ناس لا فيه ناس يعتقدون أنه يعني يوني مالوت التربية الوطنية على فكرة التربية الوطنية قالوا شتون بتشيل التربية الوطنية قلت له من قال التربية هي حصة من قال التربية هي منهج التربية هي سلوك يومي يفترض أن الطالب من يدخل من المدرسة من أول من عند الباب لين يطلع هو دائما يعيش في مراحل تربوية وبالتالي بالرياضيات فيه تربوية فيه تربية وطنية في اللقاء العربية في تربية وطنية في الإنجليزي في تربية وطنية في الألعاب في تربية وطنية في سلوكه خلال الساحة وهو يمشي في تربية وطنية طيب ليش المدارس الخاصة متطورة على المدارس الحكومية طبعا مو كلها لحنا عندنا لك أنا بس المدرس أنا بس بأقول لك نقطة مهمة الكل سألها لي لما قلت بقابلك الآن مع احترامنا لجل المدرسين والمدرسات الكوتيات أقل النسب في التروية العامة من يحصل عليها المدرس أو المدرس وبالتالي يدخل إلى الجامعة كلية التربية أو إلى التطبيقي في نسب متدنية وينصدهر في الجامعة أو في التطبيقي سؤالي هل هذا المدرس الذي أتى بنسبة متدنية بالسبعين بالثمانين هل تعتقد أنه سيصنع جيل قادر شوف أنا ما تهمني النسبة كثير أنا ما تهمني النسبة كثير تمييز إذا ما تعكس هذه النسبة إذا ما تعكس يعني الجانب التحصيلي للطالب إحنا قاعدين نخدعه إحنا قاعدين نخدعه لكن أنا ما أقارن المدارس الحكومية بالمدارس الخاصة المدارس الخاصة مدارس صغيرة إدارتها صغيرة كذلك لاحظ المدارس الخاصة أقلبها اليوم ما يقبلون أي طالب ما يقبلون أي طالب يقبلون أصلا يقبلون الطالب اللي متميز فيركزون على يطلع متميز لكن اليوم في المدارس الحكومية عندنا طلبة يعني الحقيقة متميزين جدا عندنا معلمين ومعلمات يعني على مستوى عالي من الأداء وعلى مستوى عالي من التفاني لكن نحتاج إلى أن يكون هذا نظام عمل مفردي مو عمل فردي نحتاج أن يكون برنامج عمل نحتاج أن يكون خطة نحتاج أن يكون هو السلوك كامل في كل المدارس لكن على مستوى يعني حالات لا أنا أعتقد عندنا أشياء متميزة لذلك يعني لا نقارن المدارس الخاصة بالمدارس الحكومية لا نقارن يعني ما نقدر نقارن بهذه الطريقة ميزانيات مزارة التربية الميزانيات المليونية الهائلة القدرة الأماكن ومع ذلك أيضا غير قادرين أن يوجاروا المدارس الخاصة متشرت أبو أنس هو أشوف جزء منها للأمانعة جزء منها بعض الكويتين بروستيج أنا مودعيال مدرسة خاصة وأنا أعرف جزء منها بروستيج يللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل أنت الآن أعتقد أنت كنت وزير سابق الآن المناهج مو المناهج القديمة طريقة التبريس أول شيء النظام قير النظام السنوي نظام الاختبارات قير المعلم كان بعد يختلف فعلا أنا أقول لك المعلم يختلف المعلم كان دوره كان أقوى من المعلم اليوم طبعا نحن لا نعمم طضية الباكة التقصية قبل كانت أصعب الآن عندك وسائل التواصل الاجتماعي وعندك وسائل حديثة وتكنولوجية تقريد تأخذ من الألوان طبعا وتذهب نفسك أكثر يعني شوف احنا كنا في عفوين يعني احنا كنا مثلا في المرحلة المتوسطة نكتب التعبير نكتبه ثلاث أربع صفحات نحفظ القطعة الشعرية من أربعين بيت ما كان عندنا مشكلة يعني لأن المعلم كان يقوموا بدوره وكان يشجعنا وكان النظام سنة كان النظام سنة نظام تحت المجهر وتحت المجهر وكان نظام تعليم اللغة العربية شوف أنا عندي أهم شيء أن يتعلم الإنسان اللغة العربية طبعا والرياضيات عشان ناحية العلمية لكن اللغة العربية إذا كان الطالب ضعيف باللغة العربية عنده مشكلتين يأما أنه لا يستطيع أن يتعلم أو أنه إذا كان يعني يكون عنده المعرفة لكن لا يستطيع أن يعبر عنها هذه مشكلة أيضا بالتالي اللغة العربية يجب أن يكون عليها تركيز مئة في المئة في المرحلة مرحلة رياض الأطفال ومرحلة ابتدائية اللغة العربية والرياضيات والإنجليزية هالثلاث مواد المواد الأخرى كلها تدخل يعني الاجتماعيات ممكن تكون قطعة في اللغة العربية التربية الوطنية ممكن تكون قطعة الحاسوب ممكن يكون جزء من التعليم في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والتربية الإسلامية فبالتالي يعني التركيز إحنا حطينا مواد وايد وبقينا كل شيء فقدنا كل شيء بعد حد التفجير الإرهابي ابو أنس هناك من طالب الوزير وزير التربية بتغيير المناهج ورد الوزير قال لما نحتاج تغيير المناهج وبالتالي تعزيز بعض القيم أو إضافة بعض القيم هل بالفعل إحنا محتاجين إلى إعادة صياغ المناهجنا؟ أنا أعتقد هناك سوء فهم في كلمة تغيير المناهج هي في سوء فهم البعض يعتقد تغيير المناهج يعني أني أنا بسوي الحلال حرام والحرام حلال فمو هذا أكون أكثر تحديداً معك بالناحية الدينية نعم فبالتالي المناهج أول شيء أنا أساس المشاهدين فهم نعم يعني أول شيء أنا قد نظر عن ناحية المناهج الإسلامية أنا أتكلم عن الطالب كيف أنا أخلقه في الفصل أنا لما أنا أعلم الطالب من البداية أنه يحاور أنه يحترم الرأي الآخر عدم الإخصاء عدم الشعور بأنه يملك الحقيقة لوحده وأنما الحقيقة موزعة بين الجميع ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى بالتالي أنا لما أهيئ هذا الإنسان القادر على أن يتعامل مع الآخرين هذه أول جانب جنبته أنه يقصي الآخرين لما يكبر لما يطلع بالشارع لما يروح بيتهم الجانب الآخر في المناهج الإسلامية وأنا هذه شفتها وأنا كلمت فيها الموجهين قبل أن أطلع قلت لهم يعني إحنا نبي الإنسان يعرف القيم الإسلامية والواجبات دون أن يكون قاضي أنا ما يحتاج أقول له الذي لا يصلي كافر يعني ولا يحتاج أنا أعطيه أحكام أنا أعطيه قيم مبادع أقول الله صلاة هو يستنتجها ولا يستنتجه ولا مطلوب منه الذي يكفر هو ولي الأمر عند الله سبحانه وتعالى الذي يعطي أحكام لأنه يعني أنت لما تقول له هي قضية مو قضية شيع وسنة لما تقول له الذي لا يصلي كافر باتر ممكن يقول له أبوي كافر صحيح يعني مثل هذا الذي ذاك اليوم طلعه بالشريط مال داعش اللي يقول أول يذبح أبوك وأمك وتبرى منه وذبحهم وبعدين قال للأقربون أولى بالمعروف أي معروف هذا تذبحوا معروف شوف الفهم فبالتالي أنت أنت لما خلوا يكونون دعاة لخير دعاة لمحبة لا يكونون قضات فبالتالي تشيل الأحكام اللي فيها قضات اللي فيها أحكام لا تقول له كافر لا تقول له فاسق لا تقول له هذه تركها أنت درس القيام هو بهالمرحلة ما يحتاج يعرف هذه وهذه حتى فيه إلا لما يتخصص يعرف شنو معايير متى أقول حق الإنسان كافر مو بكل سهولة أبو أنس نتكلم على أعراض الكل عارفة حتى كل المشاهدين عارفين هالكلام لكن نحن نتكلم على أمر ثاني مهم طرق الخروج من هذه المشكلة برفع مستوى تدني التالي الخطوات الأساسية الناجعة طريقة سريعة أنا أعتقد هي يعني هذه يعني مسؤولية وطن كاملة يعني هنبعد ما هي مسؤولية التعليم لوحدة مسؤولية الأسرة كذلك يعني إحنا ما نتكلم بنظريات ومثاليات بعدين داخل البيت الأبو يقول حق ولده هذا الشيعي وهذا سني هذا مسيحي وهذا مسلم هذا كافر وهذا مكافر هنبعد الأسرة لها دور كبير في هذا الجانب الإعلام الإعلام اليوم له دور كبير جدا سواء في وسائل التواصل أو لا زال التلفزيون والمحطات الفضائية عملية يعني الإعلام عنده تعزيز الوسطية وعنده استراتيجية كبيرة بس أنا أقصد وزارة تربية طبعا لها دور كبير المعلم في الفصل والمناهج المناهج أنا لما أخلق طالب محاور ويؤمن بالرأي الآخر أنا ترى قضيت على 90% من المشكلة مجرد أن هذا الطالب يعرف أنه أنه يحترم الرأي الآخر ترى جزم المشكلة كبيرة يعني اليوم طيب ليش ما يكون في منهج مادة هو مو منهج هذا السلوك هذا السلوك حتى المعلم يعني المعلم هذه دور المعلم هنا المعلم لما يحترم رأي الطالب ولما يفتح معه حوار أنا أذكر عجبني معلم والله يعني إن شاء الله تذكر اسمه في مدرسة في جنوب السراء في حطين فقال لي أحد أولياء الأمور قال فيه معلم بلد العطوان أستاذ من العيال العطوان فقال لي فيه معلم فيها المدرسة يجمع أبنائنا ويعلمهم الحوار بروحه معلم اجتماعي يعلمهم الحوار من تلقاء نفسه من تلقاء نفسه مو حصة شيء يعلمهم الحوار تحية لهذا المدرس أنا شويت أنا رحت الصبح للمدرسة تبتشوف الآن شو رح تصبح بدون ما يدرون بدون هارت طلعت من بيتنا ورحت للمدرسة أول شيء شفته وعجبني أن مدير المدرسة واقف على باب المدرسة والطلبة يدشون يحبوا الراسة ويدشون جميل منظر الحقيقة منتعب العمل كل يطيح لما يشوف المنظر بعدين دشيت المدرسة شفت هذا لما دشيت حق الناظر مدير المدرسة وقلت له أنا أبي هذا المدرس راحوا ينادونا حتى يقولوا يقول لما ينادوه قالوا لنا الوزير يبي قال يا بي شاب فيني الوزير ما سويت شيء أنا والله ما سويت شيء فلما يا بولي قلت لأنا يا أشكرك شاب صغير يعني مو من القدامة شاب يعني خلي استانسة أقول لك شاب صغير يعني فما هو من الجيل القديم لا شاب قلت لأنا يا أشكرك لكن حمل مبادرة حمل مبادرة أشكر عليها هذه المبادرات نبيهة هذه نبيهة أنا مرة كانوا في مجموعة من الموجهين الموجهات في اللي قاعدين يشتغلون في المناهج فقلت لهم ما تابون يدشون على طبيب ويعاملكم معاملة راقية جدا قالوا نعم قلت له ما تابون يوقفهم شرطي بالشارع يقول له تسمح أعطني إجازتك شكرا عمي تفضل إجازتك هذا ما تابون ما تابون موظف لما يخلص معاملتك قالوا نبي قلت أنتوا تصنعونه أنتوا في التعليم لما تصنعه يحترم الوقت نواة الأولى يحترم الوقت يحترم الإنسان يحترم كرامة الناس أنت يا المعلم لما تصنعه في مناهجك بالتالي ستجده في الشارع يحترمك ويحترم الناس ويحترم الفقير قبل الغني والصقير قبل الكبير وبالتالي نبي العلم يحترم الإنسان دول تقدمت مثلا هولند المدرس عين بقرار ملك اليابان ماليزيا دول يعني كانت الآن قفزت قفزات أيضا ليش ما نقفز قفزات قادرين احنا عندنا الإمكانيات وينش كان بس تحتاج طبعا في ضغوط ضغوط سياسية كبيرة جدا يعني في ناس ضد التغيير أنت تعرضت للضغوط سياسي كثير يعني كثير أنا بالأخير أتخذ قرار ما بالأخير هذا تعليم وأنا مو ياعي عشان بالأخير أنا الكرسي لما شفت أن أنا في ظرف أنا لازم أطلقت مع السلام ومشيت ما يهمني يعني بالأخير لازم تأدي رسالة في الفترة اللي أنت فيها طويلة قصيرة لكن التعليم يحتاج له إلى استقرار ويحتاج له إلى يعني استراتيجية واضحة والتعليم ليس مسؤولية وزير التعليم مسؤولية دولة وخطة دولة لأن أنت اليوم تفكر بعد عشرين سنة نحن لكويت اليوم شكل لكويت سمو الأمير قال نبيها مركز ما لي وقتصادي طيب أنا هل تعليمي الآن يخلق لي جيل بعد عشرين سنة يطلع لي يقود هذه التنمية إذن أنا لازم أبني جيلي أبني رسالتي ويقرها مجلس الوزراء ويضع فيها استراتيجي ويضع استراتيجي خطة أهداف وخطة استراتيجية وخطة تشغيلية تنفيذية وفيها مراحل ويكون هناك عند رئيس الوزراء هذه أنا قلتها أنا مجلس الوزراء وأنا وزير تربية قلت لسمو الرئيس وزراء سواء الشيخ ناصر المحمد أو الشيخ جابع فقلت لهم يجب أن يكون عندكم فريق خاصة التعليم يجب أن يكون عندك فريق تربوي تابع لك أنت مباشرة يقيمني أنا كوزير لك يقولك الوزير هذا ماشي صح ولا مماشي صح وتيبني جميل وتقول لي تعال أنا عندي فريقي تعال يبوي ناقشون فريقك فريقك التربوي تابعي هذا طبعا يفترض أن يكون فريق في كل شيء في الاقتصاد وفي النفط وفي هذا عند رئيس الوزراء يجب أن يكون لها فريق المتخصص والمتفرق حاد عن الخطة نادع يقول لي لا هذا مو بكيفك أييني وزير إسلامي يسوي إسلامي يعني الليبراري يسوي أييني واحد ما يبي يسوي شيء يقعد بمكانه عشان عن الصيحة محد يصيح عليه لا مو صحيح لا التعليم ما في لعب ولا في مجاملات التعليم رسالة دولة وهدف دولة لخلق جيل جديد قادر على أن يعني ينتشل البلد ويسير فيها يعني تستطيع أن تنافس العالم وليس داخل اليوم بالنظام العولمة أنت مبروحك ولا بكيفك ولا تستطيع أن توقف عقارب الساعة لكن تستطيع أن تسير معها أو تسبقها وهذا هو التحدي وهذا التحدي التحدي أكبر من تحدي هبوط أسعار النفط أكيد طبعا التحدي التعليم لكن أبو أنيس أنا بدي أستثمر أيضا وجودك معاي قبل أن أختم عن شكل الاتفاق سؤال لا يسهل علاقة بالتعليم لكن أيضا أنه علاقة بالمجتمع الكويتي والمجتمعات الخليجية أثر الاتفاق النووي الإيراني على دول الخليج شوف 12 سنة من المحادثات الواسية أمر خطير يعني جدا هو له جانبين جانب إيجابي و جانب سلبي حتى نكون بصراحة والجانب الإيجابي والسلبي بتحقيقه بيد الطرفين بيد إيران كطرف أول ورئيسي و بيد دول الخليج إيران يجب أن تعرف ما يحدث في المنطقة الآن نتيجة للقرارات العبثية التي تخذت في العراق من صدام حسين المقبور صدام حسين فأي قرارات عبثية أي قرارات انتحارية في خلخلة النظام أنا أعتقد ستستمر الكوارث بالتالي يجب أن تأخذ مبدأ التعاون واحترام المتبادل بين دول المنطقة اللي هو دول الخليج و إيران يجب أن تفهم الغيادة الإيرانية هذا الشيء هذا جانب و إذا استخدمت هذا الاتفاق بأنها تأخذ مبدأ الهيمنة والسيطرة أنا أعتقد إيران عندها مشاكل كثيرة داخلية ممكن ذلك ساعة ترتد عليها هذا الجانب الجانب الثاني الإيجابي هذا الجانب إذا فهمت إيران هذا من ناحية إيران الجانب الثاني من ناحية دول الخليج أنا أعتقد من حقنا نحن كدول الخليج أن نطمئن كذلك مهما كانت إيران ترسل من رسائل إيجابية يجب أن نطمئن كذلك لا نعرف شكل يطمئن شكل يطمئن أن يكون هو توازن عسكري يجب أن يكون لنا حق كدول الخليج أن يكون عندنا لا أسلحة نحن نتكلم ما أعطيها لإيران يعطى لناه الطاقة السلمية اللي يعطي إيران يعطى لناه ويكون بتعاون خليجي وليس منفردي مولا كويت تسوي والسعودية تسوي البحرية لا بتعاون خليجي وبإدارة مشتركة نادوا في دول خليجية المفروض ويجب أن دول دول الخمسة زائد واحد ما سمحها لإيران نريده كما هو لا نريد أكثر منه وبالتالي التوازن أنا أعتقد معروف مثل ما صار توازن الآن بين باكستان والهينج توازن مطلوب وفي جانبين الجانب هذا لكن بالأخير هذا إيران قاعد تعمل لمصلحتها لا نستطيع منه ما قلت لنا نستطيع أن نوقف لذلك يجب علينا أن نفهم بأن يجب أن تعيش هذه المنطقة بالسلم ويجب أن تعيش بهدوء وبتعاون كل الأطراف اللي بينها وكذلك لا يمنع هذا أو لا يوقفنا هذا عن إيجاد التوازن العسكري في المنطقة لعله يحدث أي شيء آخر لكن الكل يحترم نفسه القوي احترام عنصر القوة هذا أمر معروف ومقر في العلاقات الدولية جميل جدا الوزير ونابل سابق سيد الحمد المليفي شكرا جزيلا لك مشاهدي الكرام حولنا قد الإمكان مع ضيفي الكريم سيد الحمد المليفي أن نركز قضايا محلية كان يتصدرها الشقة التعليمي وأيضا هموم كثيرة هموم الوطن وهموم الواطن نلتقيكم إن شاء الله في الغد وضيف آخر من ضيوف الكويت من أجل الكويت دائما نلتقيكم على الخير والمحبة والسلام في أعمال الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم